من أهم المراحل الانتقالية بحياتك هي سنة 2005 من سافارة السورية وهناك تعرفت عن طريقة الصدفة بالفنان نصرة البدر تحياتي عن طريقة صدقاء حلاقين لا لا موهين شيء أوكي لا هاي موهين حلاقين ببغداد زين اللي هي ما بعد رجوعنا من سوريا زين لا بشنا بسوريا نلعب طوبة فشان تحياتنا للمخرج الفنان صاران علي شريف فشنا نلعب طوبة سوء يعني ننتقى بنفس النادي اللي هم يلعبون فتصير لعبات بين فريق سوران و سوران يحب الطوبة بالمناسبة وشان عنده فريق وبين الفريق اللي احنا نلعب به أوكي فصارت تعارف بيناتنا وقام سوران يعزمنا ونقعة سوء ونصرت همينا ومدري شنو فظلينا فاني من هاي قامت صارت ادي علاقة بنصرة البدر وظلينا أني يا أصدقاء نلتقي بسوريا يوميا تلحظت هذه اللحظة التمبة لك تغني ولا لا 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 يعني ما خالي ببالي هذا الموضوع بس تعرف من الناس سوران ماك واحد ما يعرفهم يعني اكيد خاصة احنا يعني شباب فاكيد ديش الفترة زين لا ما تشان ببالي أبد رجعت وراها البغداد بقينا بسوريا بعدين الوضع التحسن ببغداد رجعنا البغداد فولد أصدقائي حلاقين بالمنصور الله يرحمه حيدر فوريو وأخوه معمر تحياتنا إليه المهم فأنا ألتقي يمهم بالليل أروح يمهم للصالون ونصرة أصلا هو ابن المنطقة يعني ابن المنصور وهو يلتقي يمهم ويسوي تسريحاته ويزين يمهم بس هو يلتقي الظهر العصر لأنه تعرف كل من حسب شغله أنا كنت مثلا بالليل أمر يمهم نبعد يمهم ففاديوم ها فتعرف ان اندندن بالليل وهي شي فاديوم هم تسئلوني قالوا لي ادري التناصرة مو صديقك؟ هو طبعا صديقهم همينا قابلي لأنهم من المنطقة يعني هو من شان شاب إلى أن يعرفوا فقالوا لي لأني لم أعرف أستغن صديقي أقول لي أنه عندي صوت لازم أغني لازم نصرة مهم فهم بوقتها طرحوا للفكرة قالوا لي لم أرموا صديقك؟ قالوا لي وين هو؟ لأن تعرف قلت لك هو رجع من سوريا قبلي وأنا رجعت ورا فما التقنا ببغداد قالوا لي صديقهم وين مترشين وهذه فقالوا لي موجود وهذه فاديوم التقنا وطرح علي الفكرة وسمع صوتي قالوا لي لم يحاجد قالوا لي لم يكن بالي المهم فقال لي عندك مشكلة أن نسوي لك أغني ونتج لك هذه قالوا لا يا الله بكيفك وبالفعل صارت حبيب له يسألك قصة بداية تكثر عن البقية التي قلت أنت أغني أمرايك أنت لا 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 أنا أغني بس بيني وبين نفسي والأصدقائي لا لا بس ما كان بطموحي أن أصير أنه فنانه إذا لقيت معارضة من أحد معين مثلا لا الحمد لله لو مش الموضوع بسهولة نحن نشوف ما دام أنت ممسوي شي يقلل من الأخلاق العامة خلي نقول ما أحد ما رح يقول لك لا بس من أجل تسوي شي شوية معيب بالنسبة الأهلي مثلا خلي نقول أكيد ما رح يقبلون وأنا أصلا ما أقبل قبل أن هم ما يقبلون إحنا متربعين على طريقة إنه إذا أنت تسويت شي مقلب الأخلاق والآداب العامة أنت تستيحمل نفسك قبل أن تقول خاف من فلان ما يقبلون فلان سوف أتحاشب على الموضوع